مد أحمر في مواقع التواصل الاجتماعي اجتحى المنصات العربية وخاصة المغربية والمصرية العديد من الصور والفيديوهات من مباراة الويداد ثانداونز تمت مشاركتها على نطاق واسع منها عدد كبير للعب الكونغولي أرسن زولا كفيديو له بعد نهاية المباراة والضمادات تلف رأسه وهو يصرخ ديما ويداد وفيديو آخر له وهو يجادل الحكم الذي أمره بالخروج من الملعب لتعرضه للإصابة مستخدم مواقع التواصل آشاد عاليا بقتالية المهاجم زولا من أجل الدفاع عن قميص الويداد وعلقوا على الفيديو يا له من مشهد رائع مباركة من الجماهير المغربية والعربية في آلاف التغريدات وتدوينات للويداد حامل اللقب الذي سيواجه الأهل للمرة الثالثة في نهائي دور أبطال إفريقيا كانت آخرها العام الماضي وانتهت بفوز الويداد بهدفين لصفر من هنا جاءت الجملة التي تكررت كثيرا في فضاءة تواصل المصرية موقعة الثأر وبعيدا عن عقدة الويداد للأهل الحادث عن النهائي على منصات تواصل المصرية ذهب في منحا آخر مشاحنات بين مشجعي الأهل ومشجعي زمالك الذين ساندوا كل الفرق التي لعبت ضد الأهل في المنافسة وتندرا على أحد لعبي الزمالك السابقين الذي اشترى قميص سانداونز على أمل أن يفوز على الويداد ويلاقي الأهل ويهزمه في النهائي نطالع العديد من التغريدات الأهلوية تجيبها الآن قميص الويداد متوفر الكثير من مشجعي الأهل أحيو نعتى أبو خمسة للرد على الزمالكوية يذكرونهم بهزيمة الزمالك أمام الويداد بخمسة أهداف الاثنين في 2016 في إياب نصف نهائي ذات المنافسة فصيل ثالث من المصريين غرد ودون في واد آخر انتقد تهنئة اتحاد الكرة المصري المتأخرة للأهل كثيرون صلطوا الضوء على كون تهنئة الجامعة الملكية للعبة جاءت مباشرة بعد تأهل الويداد بينما تهنئة الاتحاد المصري تأخرت لأيام وسخر أحد مستخدمي تويتر مغردا فليخبرهم أحد أن لقاء الأهل انتهى منذ ثالثة أيام ذهب النهائي بين الويداد والأهل مقرر في القاهرة في الرابع من يونيو لكن المباراة بين جماهير الفريقين والمباراة الموازية لجماهير الأهل والزمالك تستمر إلى ذلكم الحين ساخنة في ملاعب منصات التواصل الاجتماعي